أزمة المخدرات وانتشار المخدرات بصورة كثيرة في مجتمعنا أزمة المشاكل العشائرية والاقتتال بين العشائر أزمة تسيب الشباب وعدم اهتمامهم بالعلم وطلب العلم العلم العام قصدي بصورة عامة أزمة الرشاوة والفساد المالي أزمة عدم احترام أهل العلم من المدرسين والأساتذة وكذا أزمة الجشع في الطب وغيره كل هاي المشاكل الاجتماعية اللي موجودة الآن حلها شيء واحد شنوه؟ إشاعة ثقافة الأخلاق نبدي نصنع مجتمع يشرب من ماء الخلق إشاعة الثقافة الأخلاقية إذا أراد علية القوم في بلدنا إصلاح مجتمعنا وإصلاح هذا البلد فعليهم أن يغرسوا بذرة الأخلاق بدءا من رياض الأطفال إذا أردنا نغير هذا المجتمع نشيع ثقافة الأخلاق الأخلاق العملية الأخلاق العملية اللي من نجيبها؟ نجيبها من قصص الأنبياء سيرة المعصومين سيرة الصحابة الصالحين سيرة السلف الصالح سيرة المؤمنين والعلماء نجيبها من القرآن وتعاليم القرآن وإرشادات روايات أهل البيت عليهم السلام وكلمات العلماء والعرفاء والحكماء والسلف الصالح هايا كلها نجيبها وين نخليها؟ نبنيها بأرواح الأطفال إذا تتصور أنا صعب أثر على واحد عمرة 30-40 سنة هذا تأدلج إذا أريد أثر علي أأثر بمقدار يجوز 20% أنت تريد تغير بلد أنت تريد تصلح الأمة تريد تعالج مشكلة المخدرات والرشاوة والفساد الاقتصادي والفساد السياسي والفساد المالي والمشاكل الاجتماعية وهذه الطلاب كلها ابدي من الصفر شلون تبدي من الصفر؟ تبدي من الأطفال تخلي مناهج دراسية أخلاقية من رياض الأطفال إلى الابتدائية أول ابتدائي للسادس ابتدائي كل مرحلة بها كتاب أخلاقي بقيم ومبادئ ومثل وأهداف وأشياء أخلاقية تاخذها منين؟ تاخذها من القرآن من روايات أهل البيت من سيرة أهل العلم والعلماء دخلها بالابتدائية وبعد ودخلها بالمتوسطة وبالإعدادية وبالكلية حتى إذا أنت تدرس طب لازم تخلي لمادة أخلاقية وين؟ بالمرحلة الدراسية وخلي لهاي المادة الهقيمة لا تخليها مثل قبل عندنا إذا تتذكرون بالابتدائية سموها الأخلاقية ما حد يقلبها لا الأخلاقية ولا الفنية ولا الرياضة ما حد يقلبها لا لا موهد شي خليها قيمة مثل الفيزياء مثل الكيمياء مثل اللغة الإنجليزية خلي المادة علم الأخلاق قيمة خلي عليها درجة في النجاح درجة بالمعدل درجة بالترقية خليها قيمة حتى المقابل يضطر يقرأ ويدرس وتنطبع هاي الأفكار بسلوكياته من راح تبدأتها من الروضة للابتدائية للمتوسطة للإعدادية للكلية باكالوريوس وماجستير ودكتورة ما تفارق هاي الموال راح تطلع جيل صالح ترجمة نانسي قنقر